السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم اخواني شلونكم خواتي وياكم احمد البكر مثل ما عودناكم دائما نتكلم عن المنظمات الدولية دائما نتكلم كيف السبيل الهجرة الى كندا كيف اللجوء الى كندا نتكلم عن امور المتحدة اليوم رح نتكلم عن منظمة اسمها منظمة الانقاذ الدولية خليكم ويايا بس لا تنسى الاشتراك بقناتي وضغط لايك حتى توصل اكثر عدد ممكن ويستفادون من هاي المنظمة منظمة الانقاذ الدولي هي منظمة غير ربحية مقرها في كندا وامريكا يعني منظمة مشتركة منظمة اهلية منظمة تساعد اللاجئين الفارين من الاضطهاد والاستبداد والحروب الاهلية منظمة شريكة رئيسية في مفوضية شؤون اللاجئين خلا بسطها اكثر الامة المتحدة تتكون من عدة منظمات العفو الدولي حقوق الانسان التراث والمفوضية شؤون اللاجئين مفوضية شؤون اللاجئين هم تتكون من عدة منظمات مشتركة ومنهم منظمة الانقاذ الدولي هي منظمة شريك رئيسي واساسي في المفوضة شؤون اللاجئين لها هواية وظائف هواية اشياء موجودة في كل العالم موجودة في العراق موجودة في تركيا موجودة في مصر موجودة في الاردن موجودة في لبنان موجودة في أفغانستان وما اعددهم احنا بس نتكلم عن المناطق اللي تخصنا او المناطق المهمة طبعا هاي المنظمة لها اهداف وثاني شي راح أبسطها بعد اكثر اكثر تعمل في الامة المتحدة كمنظمة الهجرة الدولية تعمل في العراق كمنظمة الهجرة الدولية الاي او ام بس هي ادها بعد عدة اهداف مشتركة تساعد المفوضية الشؤون اللاجئين من اهم اهدافها منظمة تساعد على اعادة التوطين للاجئين عن طريق المفوضية الشؤون اللاجئين يعني هي مثل ما نقول احنا لجنة الاستيطان هي عضو من عضاء لجنة الاستيطان ودراسة الملفات ومتابعة الملفات هي عضو في لجنة الاستيطان وهي متساعد ومساعدة الرئيسي في اعادة التوطين عن طريق الامم المتحدة اثنين تعمل المنظمة على تعمل المنظمة يعني هذا عمل الثاني خارج نطاق الامم المتحدة او خارج مفوضية الشؤون اللاجئين على اعادة التوطين للاجئين الفارين من الاستهاد والاستبداد والحرب الاهلية والعنصرية او العرقية والطائفية والدينية وكلها طبعا هذا خارج نطاق الامم المتحدة عندها فرع في الامم المتحدة تشتغل على اعادة التوطين في داخل المفوضية اثنين تساعد على اعادة التوطين الفارين اللاجئين الفارين من الاضطهاد والحروب الاهلية والاستبداد الثلاثة تعمل تعمل هذه بالذات هذه المنظمة على مساعدات انسانية ومادية ونفسية وطبية في اللاجئين يعني في تركيا اذا كنت تتصل محتاج او في مصر او في الاردن اذا كنت تحتاج او انت في العراق كنت من النازحين وتحتاج فانت لازم تتصل بها المنظمة هي تساعد على اعطاء مساعدات انسانية مساعدات غذائية مساعدات مادية يعني كلها تحت اطار المساعدات الانسانية ومساعدات طبية همينة تعمل المنظمة على توفير ملاذ اامل للنساء والفتيات الهاربين من ماطق الحروب الاهلية واللي تعرضوا الاختصاب او الاعتداء الجسدي والاولاد هم طبعا فتساعدهم بعادة التوطين الى بلاد كندا وامريكا طبعا انت تقدر تقدم تكتب طلب تقدر تقدم رح اعترك لكم الاميل من المنظمة وعلوان المنظمة وارقام تلفونات المنظمة في صندوق الوصف مو رابط ايميل الاميل والعلوان والاسم الكامل لها وتقدر تراسلهم عن طريق الاميل بس لازم تكون من احد الاشياء اول شي تكون عندك ورقة لاجئ وعندك ورقة او مسجل في الامم المتحدة وتعتبر من اللاجئين من سوريا العراق ليبيا سودان والصومال واليمن طبعا هاي المنظمة لها دور كلش قوي في تعمل في الامم المتحدة اهمين على شغل اهمين كلش قوي بيها انها تعمل كمراقبة للازمات يعني رحت موجودة الان هي بالعراق تراقب الازمات وموضوع الحرب وموضوع العراق والانتخابات وتلقا اهمين موجودة في سوريا تراقب الازمة السورية وتلقا ها في ليبيا ايضا تراقب الازمة الليبية واليمنية فهذا عملها ثاني في الامم المتحدة فاذا كنت انت في احد هذه البلدان وهي كمراقبة من المتحدة فتقدر تقدم لها وتطلب اعادة توطينك والخروج من هذا البلد لانك تتعرض للاستبداد والاستهاد والقتل وحماية اليك وحماية العائلتك طبعا ونقطة كل شقاء جديدة على هالمنظمة هالمنظمة تشتغل في اليونان حاليا لان احنا نعرف اللاجئين في اليونان هسا تقطعت بهم السبل بالجزر والاتحاد الاوروبي سد الحدود وصار اكثر سرامة على الحدود وامن فما حدا يقدر يطلع من اليونان وبالذات الدولة اليونانية تتعاني من افلاس ويعلنت قبل اشهر عن افلاس وتعاني من ضائق اقتصادية فاللاجئين هناك عدهم هاي المنظمة تعمل كمراقبة ومشرفة على المخيمات وايضا تنطيهم المساعدات المادية تنطيهم مساعدات غذائية المنظمة اسمها ما لا تنسى موجودة رح نزلها بصندوق الوصف اسمها منظمة الانقاذ الدولي طبعا هناك في اليونان تساعد اول شي على لم شمل العائلات اللي الموجودة في كندا وفي امريكا ان كانوا لاجئين في اليونان اثنين مساعدة اعادة التوطين او تبني الاطفال القصر اللي بتعدوا عن ذويهم او اللي فاقدين ذويهم ثلاث اعادة توطين النساء اللي ليس لديهم معين وديهم اطفال والفتيات ايضا وعادة توطين الى كندا وامريكا وهي الامنية تتعمل بقوة هناك واكو انجازات بيها ان شاء الله توفير همين مناطق امنة للاجئين وتوفير لهم مساعدات انا طبعا هواية انه ماكو معلومات عن المنظمات هواية اشوف انه اشخاص يطلبون مني شرح عن المنظمات واني ان شاء الله مستمر اشرح عن المنظمات الغير الربحية اللي تساعد اللاجئين والمنظمات الغير الربحية اللي تساعد على عقود العمل في كندا واذا كنت تريد تتصل بي او تتكلم معي فاني موجود في فيسبوك عبر القروب اسمه قروب كيف تصل الى كندا او القروب الثاني كفالات كنائسية راح تلقاني بالهذا القروبات الاثنين واسمي مثل ما هو موجود على اليوتيوب هو موجود على الفيسبوك اسمي احمد البكري لا تنسى الاشتراك بقناتي وضغط لايك حتى توصل اكثر عدد ممكن المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة